تشكل قبل سنوات تحالف اسمي بتحالف دعم الشرعية واسقاط الانقلاب اللي هو انقلاب الحوثي تشكل هذا التحالف من عدة دول تحشدت جيوش هذه الدول وأسلحتها وبوارجها لمعركة كبيرة وحرب ضروس من أجل استعادة الشرعية واسقاط انقلاب الحوثي بوارج ومدمرات وتحشدات عسكرية مخيفة وفي حقيقة الأمر لم تعد تحشدات بل بدأت حرب مياه اليمن كما يقول بعضهم كيف كيف حرب ايش حرب مياه اليمن حرب مياه اليمن مش حرب استعادة الشرعية واسقاط الانقلاب ايش اللي يغيرها الى حرب مياه اليمن مش كانت الهدف الرئيسي هو نفس التحالف هذا تحالف ثاني إلا والله نفس القناب وابوظاب يعني مش قلت لنا ان التحالف والحرب هذا من أجل استعادة الشرعية واسقاط الانقلاب في صنعاء بدأ الطبول معركة صنعاء ترتفع أصواتها ونار الحزم اقتربت أكثر وهنا سنتوقف عند مضيق باب المندب يا الله خرجت دقة طبول معركة صنعاء وسنتوقف في باب المندب فينا الطبل بيدق وفينا التوقف كيف تجي هذا؟ ايش الحوال هذا؟ يعني كيف لوما دك هناك وترعوا في باب المندب وتوقفت هنا؟ ايش من طبول هذا الاحوال؟ يعني الطبول في كوكبان والمحجرة في شبان في فرق بين باب المندب وباب اليمن باب اليمن هذا افتكرت ان باب المندب هو باب اليمن لا هذا في صنعاء توقفتوا في مكان غلط تماما يعني ايش وطاقم وتوقفتوا وكيف باتحرروا وتعيدوا الشرعية لصنعاء وكيف تحرروا صنعاء وانتم في باب المندب متوقفين عندما يتم الاستيلاء والسيطرة على المضيق وعلى ميناء باب المندب وعلى خليج عدن وأعتقد أحبطنا وأفشنا المخططات الاستراتيجي البعيدة المدى لإيران في اليمن يا السلام عرفنا ليش سيطروا على المواني وعلى باب المندب وعلى السواحل كلها لأنه أصلا إيران كان معها خطة بعيدة المدى للسيطرة على هذا المناطق وعلى السواحل والمواني فهم جاءوا بخطة قريبة المدى يعني وكانوا واحد قال لهم قال لهم يا جماعة تسرع يا أخي إيران مدولة وبتأخرنا يعني خطة بعيدة المدى لما تسيطر معكم خطة يعني قريبة المدى عشان نتخلص من هذا المواني ودريحنا من شغلة وهم جاءوا الآن يعني على أساس أنه ميوفروا علينا إيران مدولة وهم جاءوا سيطروا عليها يعني في وقت قصير وفي كم سيطروا عليها وتمت السيطرة على المضيق في خمس ساعات لا غير وتم السيطرة على باب المندب خلاص خمس ساعات وكذلك جزيرة ميون تم السيطرة عليها في ساعتين